لا تبرح إيران البحث عن هيمنة وتمتين لسلاحها العسكري تلك صواريخ تقصف بها في دول عدة وهذا اتفاق نووي تريد تحصين نفسها بتطويره والحفاظ عليه لكنها أيضاً أنجبت مسيراتها الانتحارية غير أبهة بما يدور في فلك التوتر والفوضى وهذا ما يحدث من تفسيرات جميعها على الطاولة الأمريكية التي لم تخفل عن تفاصيل المسيرات أو تفوق قدراتها وإلحاق الضرر بالمصالح الأمريكية في البحر والجو والبر مراقبون الدوليون قدموا المعلومة التي تنتظرها غرف الأخبار والتحليل بما يلمح عن سيناريوهات عقاب جديدة ستفرضها أمريكا على صناعة الطائرات المسيرة في إيران ما يعزز وعيد وزير الخارجية الأمريكي عدم إفلة إيران من العقاب سيما بعد استهداف نقلتين نفط في خليج العرب وبحر عمان والتي نفذ أحدهما بطائرات مسيرة تتباهى إيران بترسانتها الضخمة من الطائرات المسيرة سيما طراز كيان الجديد لكن هذا لا يمنع أن تتوتر علاقتها مع الشرق الأوسط أو حتى مع العالم الغربي الذي لا يكون له سبيل سوى الخضوع لنتائج أفعال طهران في المنطقة وهو ما قد يغير النتائج المتوقعة لاتفاق فيينا الجانب الإيراني يدعي أن تلك الحقائق مفبركة ولا أساس لها من الصحة فيما النتائج الفوضوية في العراق والمنطقة باتت تؤكد ضلوع إيران في تسيير رحلات هجومية لتلك الطائرات التي تقول أمريكا إنه آن الأوان لها أن تسقط في شباك صائدتها تسيير رحلات هجومية لتسيير 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 رحلات هجومية ل